بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا الليلة سيكون كيف قام صلاح الدين الأيوبي واسمه يوسف بن أيوب بالقضاء على الحضارة الإسلامية وتدمير الدولة الفاطمية بل وقام بأغرب وأعجب عملية سرقة في التاريخ وهي نهب أموال مصر وتقاسمها مع قادة الحملة الصليبية طبعا الذين تحدثوا في هذه القضية تحدثوا انطلاقا من الإنجاز المزعوم وهو تحرير القدس كما أنهم لا يربطون أو لا يضعون أو لا يفسرون لنا ذلك التزامن بين الحملة الصليبية على العالم الإسلامي وعلى مصر على وجه الخصوص وإسقاط الدولة الفاطمية هل كانت مجرد صدفة أو أن ما يسمى بعجز الدولة الفاطمية عن مواجهة الغزو الصليبي هو الذي أدى إلى نشوء ظاهرة صلاح الدين البطل الإسلامي والقومي والذي قام بتحرير القدس أم أن هذا الهجوم المتزامن كان ضمن خطة مرتبة ومؤامرة دولية للتخلص من الحضارة الإسلامية وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل التاريخ إلى عصور الجاهلية الأولى الثاني هو الصحيح ليس صحيحاً أن هذا التزامن كان صدفة أو أن تواطئ الدولة الفاطمية أو عجزها عن القيام بواجبها أدى إلى ظهور صلاح الدين كما يروج البسطاء والسزج أو الذين لم يقرأوا التاريخ لأن أحداً ممن كتب في هذه المسألة لم ينتبه إلى هذه النقطة وإن تناولها ففي إطار عرضي دون أن يركز عليه السؤال هو إذا كان صلاح الدين كما يزعمون هو بطل إسلامي عظيم قضى على الدولة الصليبية قضى على الغزو الصليبي فليفسر لنا أحد هؤلاء تلك الكارثة العظمة التي ارتكبت في حق العالم الإسلامي عامة وفي حق مصر خاصة معلوم أن الآن العملة المتداولة بين العرب يسمونها فلوس وكلمة فلوس هي من الفلس والإفلاس ومن نهب أموال الزهب الزهب المصري الذي نهب وجرى تقاسمه بين صلاح الدين وحلفائه الصليبيين سيقول لي أحدهم هل لديك دليل نعم صلاح الدين الأيوبي كان طابتاً برتبة كونستابل في الجيش البريطاني يبقى السؤال أين ذهبت أموال مصر أين ذهبت أموال العالم الإسلامي وإلى أين ذهبت فالثابت تاريخياً كما تقول الدكتورة أولجا تشيفر كوفا الأستاذة بجامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية أنه كنتيجة للحملات الصليبية انهمرت على أوروبا كميات هائلة من الزهب بحيث يمكننا القول أن جملة ما حصل عليه الأوروبيون في هذه الحقبة يفوق بمراحل ما حصلوا عليه نتيجة احتلالهم أمريكا الجنوبية مضيفة أن نهب الزهب المصري كان المعبر الذي عبرت عليه أوروبا إلى مرحلة الرأسمالية بدءاً من القرن الثاني عشر فهمتم طبعاً هذا الكلام الذي قالته الدكتورة أولجا لا يعد أن يكون تفسيراً لأحداث تاريخية شهدتها مصر وشهدها العالم الإسلامي حيث يقول الدكتور عبد المنعم ماجد كان سقوط مصر بيد الكردي المستبد صلاح الدين الذي استبعد من وزارته رجال مصر وأخرجهم من الوظائف والجيش وأنزل رجاله في بيوتهم مهمة بإخراج القبط من الدواوين لو لا خوفه من توقف ديوان العمل كما أن استيلاءه على الحكم كان يعني زوال عصر الرخاء بزوال الفاطميين لأن أموال مصر وخيراتها تخرج للترك الغرباء بمصر والشام حيث أحس المصريون باختفاء العملة الزهبية والفضية من التداول منذ مجيئه وظهرت بدلاً منها عملة رديئة هي الفلوس وهي من نحاس مخلوط بالفضة وكان العصور على دينار زهب أحمر أشبه ببشارة من الجنة مع أن الفلوس كانت تعتبر زمن الفاطميين عملة غير قانونية عندما دخلت الدولة الفاطمية بقيادة جوهر السقل إلى مصر قامت بضرب الدينار المعزي وكان ديناراً من الزهب الخالص بعيار 24 إراد ثم لما انتهى أمر الدولة الفاطمية بدخول الغزي إلى مصر على يد صلاح الدين سنة تسع وستين وخمسمائة قررت السكة في مصر باسم أمير المؤمنين المرتضى بأمر الله وباسم السلطان الملك العادل نور الدين زينكي صاحب بلاد الشام فرسم اسم كل منهما في وجه الخليفة العباسي يعني هو أحال مصر من عاصمة للخلافة إلى مجرد ولاية تابعة للدولة العباسية ويقول المقرزي وفيها عمت بلو الضائقات بأهل مصر لأن الزهب والفضة خرج منها وما رجع وعدم فلم يوجد ولهج الناس بما عمهم من ذلك وصاروا إذا قيل دينار أحمر فكأنما ذكرت حرمة الغيورلة وإن حصل في يده فكأنما جاءت بشرة الجنة له ومقدار ما يحدث أنه خرج من الخصر يعني الأموال المنهوبة التي خرجت من القصر الفاطمي ما لا يفي به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر ولا تشتمل على نيله الممالك ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب الخلق في الآخرة جميل بدل الزهب صلاح الدين أيوبي معلوم اتخذ قرارا شيطانيا بتدمير العملة الزهبية المصرية وأبطل التعامل بها وأمر بضرب دراهم مستديرة وتقدم أنه لا يتعامل الناس بالدراهم المصرية القديمة وجعلت درهم الكاملية سلاسة أسلاس سلسيه من فضة وسلسه من نحاس فاستمر ذلك بمصر والشام مدة ملوك بني أيوب فلما انقرضوا وقامت مماليكهم الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعائرهم واقتدوا بهم في جميع أموالهم وأقروا نقدهم على حاله من أجل أنهم كانوا يفتخرون بالانتماء لهم والمعنى أن صلاح الدين بقراره الشيطاني أخرج العملة الزهبية الفاطمية الدينار كما العملة الفضية من دائرة المعاملات وأبقاها ضمن الكنوز والسروات التي استحوز عليها وتقاسمها مع أشقائه الفرينج حيث بقي الدينار الفاطمي حسب موسوعة كامبريج عملة وسلعة تجارية وليس عملة محلية وهي عملية قتل وتدمير للاقتصاد الوطني وليس مجرد تقريب الله أحد المؤلفين المعاصرين في الستينات واسمه الدكتور عبد الرحمن فاهمي أصدر كتابا تابعا أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصري عن قصة النقود الزهبية المنهوبة مشيرا إلى أن ضرب العملة الزهبية الفاطمية وتحويلها إلى مجرد كتلة ومصادرتها يعني هو منع التعامل بها فتحولت إلى كتلة زهبية معدنية إن خرج من جيبك دينار واحد فلن يمكنك أن تسترده وبالتالي هو فتح أيضا باب تهريب الزهب المصري الفاطمي إلى البندقية ومرسيليا وبرشلونة وكان هناك نشاط زائد في التهريب وبذلك قلت كميات الزهب في الأسواق العربية بشكل ملحوظ ويقول الدكتور عبد الرحمن فاهمي المصري أن ما خلفه الملك الكامل الأيوبي ابن أخي صلاح الدين ابن العادل لعنة الله على هؤلاء وهؤلاء إلى أن ما خلفه الملك الكامل الأيوبي من الزهب ستة ملايين من الدنانير المصرية وبالتالي نتيجة مصادرة العملة ومنع التعامل بها ونتيجة لتهريب الزهب إلى أوروبا حدثت حالتان تدهور اقتصادي وأخلاقي وتجاري في مصر وفي بلدان العالم الإسلامي وتمكن الغرب من بناء حضارته ونهضته الاقتصادية والعلمية وبقينا نحن في مزبلة التاريخ وإن لله وإن إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته